من الأشياء اللي بنحب انتباعها أيضا أسعار يعني بعض السلع المهمة زي طبق البيض اتفقت وزارتي الزراعة والتموين مع اتحاد منتجي الدواجن على توريد احتياجات السوق من بيض المائدة بسعر 62 جنيه على أن يتم البيع للمستهلك بسعر 65 جنيه وضحا أنه حيتم طرح الكميات الموردة لصالح وزارتي التموين وزراعة بمختلف المنافذ التابعة لهما بمختلف المحافظات فورا وده أعتقد شيء مهم جدا أن يكون فيه ضبط يعني العمل ما بين وزارة الزراعة ووزارة التموين ويكون فيه ضبط والاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن أيضا خلينا مزيد من التفاصيل دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا فاند مهان وسهلا بحضرتك يعني قلنا هذا الخبر بأنه هي مسألة التحديد واللقاء والاتفاق مع منتجي الدواجن يعني الأول اسم حالة شكر حضرتك وطبعا الحقيقة احنا فيه متابعة مستمرة وفيه جهود متتالية بتقوم بها وزارة الزراعة طبعا التمسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية الهدف من ده ان احنا عايزين نحافظ على او نزود من حجم المعروض من السلح الرئيسية وطبعا بيد المائدة من هذه السلحة المهمة بالنسبة لكل بيت وطبعا احنا احنا اشتغلنا الفترة اللي فاتتها على تطوير صناعة الدواجن بشكل كبير وطبعا بالتنصيق مع اتحاد منتج الدواجن الحقيقة تم الاتفاق على توريد كميات مضعفة من البيض المائدة الى المنافذ التابعة للوزارة ومنافذ وزارة التموين واكيد كل المنافذ التابعة المختلفة سواء امان او وطنية واي منفذ منافذ الدولة ان شاء الله يكون متاح فيها وده يخلق فرصة امام المواطن المصري ان هو يلاقي احتياجاته باسعار مناسبة نمنع ان يكون فيه اي مغالاة على الاسعار في المناطق الاخرى وان شاء الله اكيد الفترة المقبلة يعني مع دخول قطعان جديدة للانتاج باذن الله قد يحدث انخفاض كبير في اسعار البيض المائدة يعني ممكن احنا يعني خلينا نتفق مع حضرتك انه 65 ده ان شاء الله حيكون السعر اللي حيبقى مطروح في المنافذ وفي الاسواق واحتمال انه يكون فيه اتفاق بانه السعر يعني بعد فترة يكون افضل واحسن طبعا احنا في النهاية احنا نحرصين على ان يكون فيه استقرار في اسعار السوق طبعا المنتجين سوار المنتجين تحديدا ولبعض المربيين اسعار المدخلات دلوقتي بقى فيها شكل اشكال الارتفاع نظرا لزروف العالمية المؤثرة على العالم كله فدلوقتي فيه عملية احلال وتجديد لبعض القطعان في دخول قطعان جديدة لانتاج بيض المائدة الاعتقد مع التصريح اللي اتخذت من قطعة المتصر الحنوى الداجينة مع المتابعات اللي موجودة ان شاء الله يكون فيه زيادة في حجم الانتاج خلال الفترة المقبلة وده طبعا بدوره هيال الاسعار بشكل كبير كمان احنا بنحط دلوقتي كميات متعفة من الانتاج في المنافذ اللي موجودة علشان يكون فيه زيادة في حجم المعروض نضمن استقرار الاسعار ونضمن حتى اقصى للسعر ان شاء الله يكون 65 جنيه ده كل ده يخلق روح او شكل من الاشكال المنافسة وطبعا يبقى فيه مزيد من الانخفاض مستقبلا واكيد مع زيادة حجم المعروض هنخفض الاسعار بشكل كبير ان شاء الله اكيد انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور ونتمنى التوفيق دايما يكون في تواصل مع السوق ومع المنتجين في اي سلعة الحقيقة بيكون فيه يعني يكون فيه طلب عليها اولا فيه طلب كتير جدا اكيد على بيض المائدة واعتقد ان ده حيدي فرصة انه زبط الاسعار لصالح المعطن دكتور محمد القرش متحدث باسم وزارة الزراعة اشكرك شكرا جزيلا